السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا قيسين وبخير يصعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قرأيتنا جديدة وحصية على قناتنا لموليد برج الدلو صلى على الحبيب عليه افضل السلام كالطرف الاستغفار في الدعاء على شام بغير القضاء معاك 3 رسائل ب3 ارقام رقم 1 و 2 و 3 هتختار الرسالة بالرقم بتاعك واخر الفيديو هنفتح هتختار الرجاء على الشام بص Luit الستخار اللي هنفتحه هي الصوره اللي هتنتبھك عليك وهي اللي هنفسره مع بعض وهي اللي هتقيراها الايام اللي جاية فهي هتركز معي قويس جدا وان شاء الله their aку رساله قوية بسم الله سوره النحل صوره النحل يا برج الدلو بسم الله طيب حmani بقى أولا للفترة دي بلاش الاستعجال في أي حجة فأي أمور عندكم قوة تستعجلوا لإن روحكم بريئة وإنتوا أصلا برقة جدا من أي تهم بتقع عليكم لكن الفترة اللي جاية هيكون فيه أمور مستجدة على حياتكم وفيه حصدا تاما لأكتر من حاجة جوه القلب فيه جلح وفيه عذاب وفيه طعم لكن بفضل ربنا ربنا هينطفي النار اللي جواك لإن أنت دايما ما بتفعلش غير الخير كمان فيه ناس أكلت حقك وإنت رميت همومك على ربنا فيه حاجة هتشرح صدرك وهتريحك الفترة دي جدا فيه نقلة من بلد لبلد أو من مكان لمكان فيه تغيير فيه سفر فيه اسم كتيرة جدا مفتوحها لك الفترة اللي جاية لأن أنت خيالك واسع ودايما بتحب ترسم وطموحاتك دايما عليها وعشان كده ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب وهيجعل أمورها كلها جميلة وفيها خير كمان البعض منكم بيحب الفاكهة جدا بيحب يجيب حاجات كتيرة بيحب يعمل أكتر من حاجة بس برضو التفكير عندكم كتير 24 ساعة تفكير مفيش راح أبدا طول الوقت عمين تفكروا طول الوقت جايين على نفسكم طول الوقت فيه كلام كتير مؤثر عليكم كمان ربنا كريم جدا عليكم الفترة دي لأنها هيكون فيه طاقات مستجدة فيه كمان خروج من حاجة مضايقاكم وفيه شراء هدوم جديدة ملابس جديدة هتشتروا حاجات جديدة وهتفعلوا أكتر من حاجة جديدة على حياتكم دايما عندكم تأنيب الضمير أو لوم النفس بتلوموا نفسكم وما بتبقوش مقتنعين باللي بيحصل عندكم لكن تأكدوا تماما أن ربنا كريم عليكم وحبيبكم دايما تكونوا بخير وحبيبكم دايما تكونوا مميزين لكن أنتو الوضع اللي أنتو فيه شاغل بالكم ومش مريحكم خالص فعايزاكم بقدر المستطاع تاخدوا بالكم من نفسكم لإني دايما هيكون فيه حصدا تاما لكل الأمور اللي أنتو بتفعلوه حان الوقت أن ربنا يكلمكم من حيث لا تحتصل فيه خير قادم ليكم فيه أمور هتستجد وأخيرا هتبقى فيه معلقة من ده فيه من بققكم بإذن إلا فيه هديتين هيجولكم أو فيه حد بيحضر لكم هديتين أو رقم اتنين مميز جدا بالنسبة لكم رقم اتنين ده فيه خير قادم ليكم وفيه شجرة هتطرح خير بإذن إلا كمان أنتو هنا فيه نجمة والنجمة دي في السماء لكن أنتو هتنلوها بسبب حكمتكم وبسبب حياتكم فيه واحدة ست الست دي دايما بتتريع عليكم دايما بتتمسخر كده وانتو الكلام ده ما بيعجبكمش ولا بتحبوا أن أي حد يتريع عليكم مهما يكون لإني أنتو دايما كرمة جدا في حياتكم عليكم ندر عليكم حاجة تخص الندر وانتو نسينها أو لسه ما امتلكتوش القدرة أن انتو تحققوا الندر فياريت ما تنسوش الندر ده أبدا علشان قريب جدا هتوصلوا في كمة الإزدهار فيه نجاح في دراسة فيه نجاح في عمل فيه نجاح في مشروع هيخليكم تنجحوا وتحط رئيتكم على أرض صلبة ومن خلال الأرض الصلبة ربنا هيكون كريم عليكم معاطفي جدا لإني أنتو نويين تعملوا أكتر من حاجة الفترة دي وطول ما هتعملوا أكتر من حاجة طول ما هتكونوا مميزين جدا في أي كشفة حقيقة أو في أي كشفة عندكم لإني الحكم بتاعتكم كبيرة ودايما بتحبوا تعودوا مع الناس الكبيرة في السن لإني الناس الكبيرة في السن هي اللي بتديكم حكمة هي اللي بتخليكم دايما مميزين هي اللي بتعلي جدا من حياتكم بلاش العصبية الزايدة وبلاش تتعصبوا على أدفه الأسباب لإني فيه ناس بتبقى أصدر تعصبكم لإني أنتو تقولون عندكم عصبي وبتجي لكم خان أو دي في صدركم فبلاش إن أنتو تخلوا أي حد يعصبكم بسهولة خليكم هديين قوي وبعدوا عن أي حد ممكن يديكم في حد عندكم بيحب يعاند فيكم بيحب العند معاكم لإني أنتو لما بتتعندوا أو لما بتزعلوا بتتعصبوا وممكن تتدايقوا جدا فبالتالي هم بيحبوا جدا يعصبكم وسهل إن أنتو تتعصبوا الفترة دي وعايزاكم تهدوا خالص فيه قراراتكم اللي أنتو ممكن تاخدوها جواز وهيكمل على خير بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى أنتو الفترة دي هتزودوا من ثقتكم في نفسكم بشكل كبير واحتمال كبير جدا لإما هيكون عندكم لو أنتو مستنين سفر فهو هيكون سفر لو أنتو مستنين خير ومستنين زواج أو شريك حياة كل واحد ينطبق عليه الحاجة اللي هو مستنيها عزة نفسكم دايما عزة نفسكم الكرامة كتاعتكم عندكم حاجات كتيرة جدا حلوة ما شاء الله عليكم أنتو هنا عزة النفس دي رهيبة بتلوموا نفسكم وبتقطع فيكم زي السككين لو أنتو ممكن تكونوا محتاجين حاجة من حد بس عمركم ما بتطلبه خالص ما بتحبوش أنه أنتو أصلا يعني تتكلموا عن نفسكم بمعنى أصح مشكلتكم إيه؟ مشكلتكم أنه أنتو بتتعاملوا مع الآخرين بحبه إخلاص وده أكبر غلط ده الغلط بنفسه أنه أنتو بتتعاملوا مع الآخرين بحبه دايما نقول ما ينفعش اللي أنتو بتعملوا ده لازم تتعاملوا بتطاقة إيجابية يعني بلقاش أنه أنتو كل حاجة تحكوها أنتو بأنتو فضليين جدا بتحبوا تحكوا وتتكلموا بتحبوا تفضفضوا بتحبوا تتكلموا وتشاركوا رأيوكم مع الآخرين بس أنتو متعرفوش الآخرانيين عايزين منكم إيه؟ حتى عايز يطلب منكم السماح بس أنتو رفضين ولحد ده أنتو بتفكروا فيه يعني هو ممكن يكون بعث لكم مرسيل أو ناوي يبعث لكم مرسيل بس أنتو مش هتسمحوه أبدا وهتقولوله حظ بين الله ونعمل وكير ولو الجنة وقف علينا عشان تدخلها إحنا مش هنسمحك ليه بقى؟ لإما الشخص ده كان السبب الرئيسي في اللي أنتو بتعانوا منه حاليا لإما السبب الرئيسي الشخص ده أخذ أموالكم وضحك عليكم كمان أنتو هنا يعني فيه حاجة عملتوها وندمتوا عليها اندمتوا ممكن تكون اندمتوا على الوقت اللي ضاع في المكان الغلط أو الوقت اللي ضاع على ناس ما تستهلش الله أعلم بس فعلا عندكم طاقة ندم ورهيبة وقلتوا دايما برضو بتقولوا حظ بين الله ونعمل وكيل في اللي كانه سبب في حزني بس أقدر أبشركم إن شاء الله بإذن الله لو أنتو عندكم طفل تعبان فربنا هيشفيه لو أنتو مستنيين حملة فأنتو عندكم تنطيط لطفل مولود صغير أو البعض منكم هيقعد في قعدة وهيبقى عفيقها أطفال وهيكون مبسوط جدا بهم وهيفضل يشيل فيهم وينطط فيهم علشان أنتو معروفين أنتو بتحبوا الأطفال جدا الحزن العميق اللي جوه القلب ومسبب لكم إن غزات والضربات السريعة دي أنصحكم إن أنتو تتخلصوا منها في قعدة حلوة مع بعض الأصدقاء هتعملوا الحاجة اللي أنتو بتحبوها لو بتشربوا قهوة فهتشربوا واشربكم المفضل إذا كان قهوة أو إذا كانت الحاجة اللي أنتو بتحبوها هتعودوا قعدة قعدة جميلة كمان الفترة دي أبشركم إن أنتو نازلين تشتروا حاجات جديدة والحاجات الجديدة اللي أنتو اشتشتروها دي هتديكم طاقة إيجابية وهتديكم كده إحساس مختلف ممكن تكونوا أنتو في الجامعة أو أنتو بتدرسوا أو أنتو عندكم شغل خارج البيت عندكم حد معجب بيكم جدا وهو ما بيقدرش يستغنى عنكم خالص يعني في حد فعلا ما يقدرش يستغنى عنكم وبيحبوكم بطريقة لدرجة أنتو مش هتقدروا تستحملوها من كتر ما هو بيحبوكم بس أنتو مش شايفينه أو بمعنى صح مش مديينه اهتمام مش مديينه كده حتى يعني نظرة كويسة ممكن تكونوا أنتو عشان اتخزلتو أو بمعنى صح قفلين من حياتكم الطريق ده فأنتو لازم تد فرصة اللي قدامكم الشخص ده فعلا أو الشخصية دي أو الحد اللي بيحبوكم أو ده هيريحكم وهيخلي قلبك كده فيه طبطبة أنت دايما قلت لكم أنت أو أنت أنتو محتاجين الحنان محتاجين الحب محتاجين حد يقف معاكم ويساعدكم دايما بتوزعوا ورود بتوزعوا حب لكل الناس بتوزعوا كده يعني بتحبوا تفرحوا كل الأشخاص اللي عندكم بتحبوا أن أنتو تخلوا كل الناس اللي حواليكم مبسطين بس أنتو مين بينبسطكم فأنتو لازم برضو تدوروا على الحاجة اللي بتريحكم وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيثبت جوه قلبك الفرح وهيجعل لك في كل خطوة سلامة بس أنتو لازم تخلوا بالكم على نفسكم الفترة دي ليه؟ علشان الفترة اللي جاية هتكون فترة مريحة لكم أنتو شخصيا وهتكون فترة مميزة وساعتها ربنا هيطف النار اللي جوه قلبك بسبب الآخرين بسبب الناس اللي عملة اللي عملة عد عليكم وتأذي فيكم فأنتو هيكون عندكم تثبيت خطاوة جديدة الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله هتلاقي طاقة هتلاقوا طاقة حلوة هتلاقوا أخبار حلوة هتلاقي كده أمور أنتو هيبقى فيها إنعكاس لكذا حاجة من حياتكم في حد حطت نقره من نقركم يعني عندكم حد الحد ده يعني بيعاند فيكم لا إما بيعاند فيكم لا إما دايما حطت اللي أنتو بتعملوه هو بيعملو أو اللي أنتو يعني مثلا ممكن يكونوا أنتو متجوزين وعندوكم سلايف فالسلايف دي بتعاند معاكم عندكم ستة كبيرة والستة الكبيرة دا حطة عينها إيه رصها من رأسكم إيه لا ما تعملوه كده بتتحكم فيكم وأنتو طبعا معروف إن أنتو الكلام ده ما بتحبوهش وما بتحبوش التاقة السلبية خالص فدايما نقول إن الفترة دي بسبب اللي أنتو في شوية أمور معاكسة معاكم فلازم تاخدوا راحتكم في النوم ولازم تهتموا بنفسكم شوية اللي تنوم مع التفكير الزايد أعمل لكم إرهاق في الجسم ومن وقت للتاني بتحسوا إن أنتو هبطانين ومش قادرين تاخدوا نفسكم لدرجة إن أنتو بتجيلكم دخة وبتسندوا على الحيط فورا بتحسوا إنو فيه حاجة غلط فياريت تحسنوا من حالتكم النفسية ومش دايما نقول تظهروا بالكوة لا أظهروا كده إن أنتو عادي والحمد لله ولا تظهروا إن أنتو تعبانين خالص ولا تظهروا إن أنتو أكوياء وما فيش حد زيكم ليه بقى؟ علشان العين اللي مأثر عليكم بتنزل شوية من عليكم كمان أعايز أقول إن أنتو بالكم مشغول شوية بموضوع فيه موضوع أو موضعين شاغل بالكم أو شاغلين بالكم فيه واحد منهم أنت مستني له حل أو أنت مستنيه له حل والتاني المشغول التاني الموضوع اللي شاغل بالكم شخص فيه شخص غايب عنكم أو شخص بعيد عنكم فعلا شاغل بالكم بطريقة كبيرة جدا وإنتو مش عجبكم أو يعني حيرانين فيه أمور عندكم مع نقصة عايزة تكمل أو أنتو هنا عندكم خطوبة هتكمل على خير أو زواج أو حمل فيه اكتمال أمر لحياتكم من بعد الصراع اللي أنتو عشتوا الفترة دي فيه كمان نجاح النجاح ده هتلاقوا نفسكم فيه بشكل كبير جدا أنتو بصين أو نظرين للحياة اللي قدامكم بشكل مختلف يعني أنتو بصين كده للفترة اللي جاية دي بحاجات يعني بطاقة جديدة طاقة معينة الحسد مسبب لكم صداع في الاسم باخرة وده تسعين في المية من شدة الحسد فلازم لإما تطلعوا حاجة لله بسبب المال اللي بيدخل لكم لإما تحصنوا نفسكم معروف كمان عندكم أن أنتو شخصية قوية جدا وعندكم يعني بتخذاء بتتكسفوا جدا وعشان كده هيكون فيه قعدة والقعدة دي هتكون حلوة شوية وهيدخل حد وممكن في القعدة دي الحد ده اللي تتعرفوا عليه اللي قلت لكم ممكن يغير حياتكم وإنتو هتكونوا كده عندكم خجول وتمكسفين بس الطاقة هتكون إيجابية وهيكونوا مبسوطين جدا أنتو دايما عندكم حكمة في العقل لو كنتوا أنتو رجال شخص يعني فأنت مميز جدا أن أنت بتفضل ساكت ساكت وما بتطلعش للكلمة اللي بتكون عارفة رايحة فيه دايما بيقولوا عليكم أن أنتو بردين بس أنتو مش كده أنتو ممكن يكون جوه قلبكم برقان من النار وعيونكم بالطق إشرار بس هدين عندكم هدوء عصاب في وقت العصبية بس خلاص لما بيفيد بكم أنتو ما بتلاقوش حد قدامكم معروفين عنكم كده من زمان قوي فعشان كده دايما بتظهروا أن أنتو ساكتين وهديين فحاولوا ما تخلوهوش أي حد يستفزوكم علشان أنتو الفترة دي بيستحملين من الناس اللي بتعودوا معاهم فوق التحمل وزي ما قلت أن أنتو عندكم طاقة في شخص يعني أنتو في شخص واسكين فيه ومش متخيلين أبدا أنه الشخص ده يغزلكم أو الشخص ده يحصل منه ردة فعل وحشة فطول ما أنتو كده الشخص ده بالنسبة لكم طاقة إيجابية فياريت تبعدوا عن أي حاجة مؤثر عليكم كمان البعض منكم فيه فلوس هيمسكوها في إيدكم الفلوس اللي أنتو هتمسكوها دي هيكون عندكم حلول حلوة والبعض منكم هيسد ديون حسابات قديمة تتفتح فهتسدوا اللي عليكم كمان هتحاولوا أن أنتو تبقى فيه استرجاع لحقكم وهيبقى فيه بشرة البشرة دي أنا قلت عليها أن أنتو عمالين تسعوا من أجلها لليلونهار تفكروا لليلونهار بتشتغلوا لليلونهار عايزين لليلونهار بتعملوا علشان توصلوا للبشرة دي والبشرة دي هتكون طاقة إيجابية حالياً للوضع اللي أنتو فيه طاقتكم الإيجابية دي هتخليكم تطلعوا للأفضل أو هتخليكم توصلوا لحاجة جديدة طال انتظارها ليه علشان أنتو عندكم ربط أحداث شديد الفترة دي بإذن الله بس ما تهملوش الصحة ودي أهم حاجة أنتو في مرحلة الوصول للهدف أي نعم حاسين بملل شوية حاسين أنتو عايزين تغيروا الطاقة بتاعتكم أو تطلعوا من البيت تعملوا حاجة جديدة بس أقول لكم تاني أن أنتو على وشق أن أنتو تطلعوا من اللي أنتو فيه فمتخلوش أي حاجة تسيطر عليكم علشان الطاقة السلبية لو تحكمت فيكم أنتو لنفسيتكم بتتعب وأنتو فعلاً ما بتحبوش الطاقة السلبية تتحكم فيكم من كتر اللي أنتو شفتوه في الحياة بدأتو تدو الناس نصايح بدأتو أن أنتو تتكلموا بنصايح يا جماعة ما تعملوش كده علشان أنا جربت وما فيش أي حاجة حصلت لي من اللي أنتو بتتكلموا فيه ده بس ما حدش بيسمع الكلام عندكم تلت تعبين تلت تعبين خلوا بالكم التلت تعبين دول أنتو موتوا منهم اتنين فضلوكم واحد التلت تعبين دول من المقاء يعني من الناس اللي هم أنتو تعرفوهم أو أنتو تعرفوا حد ومنتبعوا فناس أنتو عارفينهم تلت تعبين دول بيتبدلوا لبشر في وقت للتاني بس أنتو بفضل ربنا وبكرم ربنا عليكم خربتوا اتنين من حياتكم وتردتوهم برا وحاليا أنتو فضلوكم واحد طيب التعبين ده منين التعبين ده عامل مقرب لكم وعامل حبيب وصديق فياريت تخلوا بالكم وتحذروا من أي طاقة مأثرة عليكم وتحاولوا دايما تستحلوا بالهدوء في حاجة أنتو عايزين توصلوا لها والحد الآن أو في حد عايز يوصل لكم ودايما غيران منكم الحد اللي غيران منكم ده مستنى بقدر المستطاه أن هو يمسك أي حاجة عليكم طيب أقول لكم أن أنتو تستحقوا أن أنتو توصلوا وبإذن الله هتوصلوا بس في فرق بينكم وبين حد يعني ممكن تكونوا أنتو معجبين بحد أو في طاقة مع حد أو في رتباط مع حد اختلاف سن اختلاف جنسية اختلاف حاجة معينة بس في اختلاف بينكم وبين حد أي نعم أنتو بتعملوا اللي عليكم بس الاختلاف ده تعبكم وبيأكل في قلبكم أو أنتو بتحسوا أنتو يعني بتحسوا أنتو مختلفين عن حد أنتو فعلا بتحاولوا بقدر المستطاع يعني الفترة دي ما تفطفطوش أو ما تعملوش حاجة مع حد علشان فعلا بتكتشفوا أن الفطفضة والكلام اللي بيطلع مع الناس اللي ما يستاهلوش دي بيتعبكم انتو وهم بيتظهروا دايما أن هم عايزين يسمعوا منكم علشان خاطر يعني يسمعوا منكم بالطاقة ويسحبوا منكم الكلام وفي الآخر بيطلعوا يقول عليكم أي حاجة انتو هنا عندكم حاجة بايزة عايزين تصلحوها أو يعني لا إما انتو طول الوقت تليفونكم صامت لا إما طول الوقت أنتو يعني مش عايزين تكلاموا في التلفون لا إما في مشكلة عندكم في حاجة بايزة في البيت عايزين تصلحوها التليفون بتاعكم عايزين تجدده وفي حاجة الله أعلم عايزين تغيروه الفترة دي في أمور عندكم بتتحاول ان انتو تستحلوا بيها كمان الفترة دي لو انتو عصبيين الكولون بتاعتكم الكولون بتاعكم عصبي جدا وتساقط الشعر والوجع اللي ما بين الرجلين أو الوجع اللي في الكتف ده رهيب جدا بسبب الضغوط النفسية وسبب ان انتو متحملين بصراحة وحاجات مهاش يستحمل طيب كمان ده رأقول لكم ان انتو البعض منكم عايز يروح زيارة للدكتور بسبب الاسنان ممكن تكون الليستة بتاعتكم منتهبة أو اسنانكم واجعكم فيهم واجع عايزين تكشفوا اللهم أعلم في شخص أكرمته على نفسكم وفجأة اختفى من حياتكم يعني يا شخص كده فجأة فعلا اختفى وانتو مش عارفين ايه ده عمالين تتواصلوا مع الناس اللي كنتوا عايزين تتواصلوا معاهم او بمعنى ساعة تتواصلوا عن اللي حواليه برضو مفيش مستقل مفيش كفيش بينكم مبين حد مش عارفين توصلوا في بلوك بقالوا مدة معمول هيتفك بشكل كبير جدا وبشكل سريع هيتفك ومش هيحصل كلام بس هيتفك وبعد شواء ايه هيبدأ يحصل الكلام بطريقة بقى ان انا بعت رسالة غلط بطريقة ان ان في حد بعد رسالة غلط بطريقة ان في حاجة هتحصل كده يعني ايه اللي هو هتبدأ الكلام بن جديد بس واحدة واحدة مش هيبدأ مباشر بس البلوك ما تقلوش ان هو هيتفك والبعد منكم بقولوا احنا مش عايزين البلوك هيتفك انتو اصلا ما بيشوش فارق معاكم بس بلاش تلوموا نفسكم على الماضي اللي انتو عشتوه انتو ملكمش ذنب في الماضي اللي انتو عشتوه الماضي ده كان من عند ربنا ومن وقت الالتاني ما تدخلوش في العزلة ما تدخلوش ان انتو وحدكم ما تبعدوش عن الناس حتى لو الناس منافقة حاول ان انتو تتعاملوا بس انتو تغيروا من الوضع بتاعكم بس ارجع واقول ما تدخلوش نفسكم في وحدة ولا في طاقة سلبية ولا ان انتو تعزلوا عن البشر طول ما انتو بتتكلموا طول ما انتو بتخرجوا عمر الطاقة السلبية ما تتحكم فيكم وحاولوا دايما ان انتو تستحلوا بالصبر وباليدوء وترددوا الكلمة او الحاجة اللي دايما لما بتحسوا ان صبروكم خلص اول ما بتقولوها بتحس ان انتو فديتو في ذكره معين انتو بتقولوه بتحسوا كده ان انتو خلاص خدتوا نفسكم وارتحتوا بعد ما قلتوه فده يا ديني بقولكم علشان لو حصلت اي حاجة ما تزعلوش من رد فعل نفسكم عشان انتو في وضع عصبي وفي وضع الغضب لما خلاص بيجيب اخر معاكم بيسيطر عليكم اللي قدامكم ما بتعرفوش تتعاملوا معا ازاي وديني بشرتكم ان انتو لازم تطلعوا من اي طاقة مأثرة طموحتكم العالية وتحقيق الهدف انتو خلاص على الوصول ليه وهدفكم حلو وطاقتكم ايجابية والدعم اللي عندكم هيكون خير باذن الله وطاقة تانية خالص والقلم اللي بيظهر لكم في ظهركم انتو ما عندكمش حاكة بس القلم ده بيظهر من قلة النوم والارهاق اللي طول الوقت عمال الارهاق ان انتو ممكن تكونوا انتو بتحبوش قاعة البيت ودي معروفين من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم او من اللي انتو بتشتعلوا اكتر من شغلانا الوجه ده بدأ ايه؟ يظهر على جسمكم يظهر بمعنى صح على اللي انتو فيه كمان عندكم الحاسة الساسة رهيبة جدا رهيبة بشكل مختلف مجرد ما بتبصوا للبناء ده من اللي قدامكم بتسحبوا كل اللي عايز يعمله بتسحبوا منه كل اللي هو بيفكر فيه فعشان كده ما تدوش حد اكبر من حجمه في حياتكم انتو عندكم زي ما قلت لكم اختبار في شخصين او مقارنة بينكم ما بين اتنين اختبارين الله اعلم بس في حاجة عندكم بين اتنين فما تظلموش نفسكم باللي انتو فيه حاليا وحاول ان انتو تستقروا بحياتكم اللي جاي علشان فيها استقرار وشوفوا انتو عايزين ايه والحاجة اللي انتو عايزينها هتلاقوا باذن الله ربنا بيبشركم بها هترجعوا تهتموا بنفسكم هتشوفوا حياتكم ماشية ازاي وان شاء الله باذن الله الحاجة اللي انتو مستنينها خلاص هيبقى فيها امور تجديد ليكم وهيبقى فيها أمور استقرار والفرحة بتاعتكم بإن شاء الله بفضل ربنا هتكمل على خير وهتكونوا مبسوطين جدا من بعد الزعل اللي عندكم ده أو أنتوا زعلانين أن أنتوا تظلمتم ربنا بإذن الله في الوقت المناسب هيطبطب على قلبكم والطبطبة دي هتكون من عند فوق ويا رب استخارتنا النهاردة يا موليد برج ده لتكون عجبتكم ودلوقتي هنشوف الثلاث رسائل بالثلاث أرقام دي رسالة رقم واحد للناس اللي اختارت رقم واحد هنفتحها دلوقتي ونشوف إيه أخبرها بسم الله أمورك المالية في تحسين فالخير قادم إليك الله يعلم ما في قلبك وسينصفك الله في كل أمورك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد دي رسالة رقم واحد رسالة رقم اتنين لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تتريده سيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طيب نشوف رسالة رقم ثلاثة بتقول لنا إيه ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أكبر تحية الموليد برج الدلو التلت أرقام بالتلت ورقات بتاعتكم كانوا أقوى من بعض إن شاء الله بإذن الله ربنا هينول مرادكم وهيحقق لكم حلمكم وهيكرمكم من حيث لها تحت ستقوله أمين لو عجبتكم الاستخارة وتنسوش اللايك والتعليق الجميل وانتظروا مني استخارات دايما كوية